لن يعود أهالي العسكريين المخطفين إلى تصعيد تحركاتهم لن يقطعوا الطرقات ولن يحرقوا الدواليب تراجع الأهالي أتى بعد لقائهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعيدا من الأعلام إبراهيم أبلغهم أن الدولة أنجزت المطلوب منها وهي جاهزة لإنجاز عمليات التبادل لكنها تنتظر الرد الخاطفين وهنا لفت إلى تباطؤ في الرد من قبلهم إبراهيم طمعنا أن العسكريين جميعهم بخير وأن موضوع الأعدام تم تخطيه كما قال للأهالي أنه يواصل اتصالاته بمساعدة كل من قطر وتركيا وهكذا عاد الأهالي إلى خيامهم في رياض الصلح محملين بجرعة جديدة من الأمل بعض في عنا شوية تعيدات صغيرة إن شاء الله أنه لح تتحلل وتنحل قريبا بإذن الله مقايدة جايزة والحكومة يحضر لكل إمار بإذن الله بسأل عنا عقدي إن شاء الله بتنحل قريبا ومبلغكم بأخبار سعيد ناشد الخط فيه إذا كانوا بيعرفوا الله ما يعودوا يهددوا الأهالي لأنه هذي مزانبون آخر شي اللي عرفنا اليوم نحن من خلال اللواء عباس إبراهيم إنه الدولة فتحة إيدة قد ما بتقرع الآخر لحتى تحله الملف خليهم هن كمان يقدموا الخير اللي موجود عندهم خلينا نخص من هالملف كل سواه بموازات لقاء عدد من الأهالي اللواء إبراهيم كان آخرون التقوا والوزير وأل أبو فعور في إطار الجولة التي يقومون فيها على المسؤولين بعدما أمضوا تسعة أشهر في الشوارع وجالوا على معظم القيادات ناقلين صرختهم وهم إلى اليوم يعيشون على أمل النهاية السعيدة